السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته واليوم عندنا ضيف مو اي ضيف جراحة مخ وعصاب اسم الدكتور وليد يوسف الحنة دكتور وليد شخ بارك أول شي حبي نقول لك إنه بس أحبتك بشأنك هنا شرف تكون معنا ضيف بالبودكاست وودنا نستفيد من خبرتك وتفيد الناس ودقلنا عنك كدكتور جراحة مخ وعصاب من وهو الدكتور وليد الله يخليك صائغ بس بالبداية شكرا جدا أحب أشكرك على الإصطلافة الحلوة على الشغل الجميل اللي عنده وطاقم اللي وياك شي رائع إنه إنه تواعي شعب بالطب وشنه إحنا كهديكاترا نسوي الله يوفقك في مسيرتك وبهالبرنامج وإن شاء الله تلبيه بلاجع بينا الله يعطيك العافية الصحة شكرا لك قولنا عنك الدكتور وليدي شوي وعنت أخصصك دكتور وليد أنا مواليد 84 بسابخات ودرست في النيو إنجليس سكول اللي بالجابريا بالجابريا تخرجت في 2001 بعدين رحت إرلندا كمل دراستي في الطب طبعا شي أحب أقولها حق حق الصغار الحين الموجدين أو اللي بيصعدون بيطلعون وقتها أنا يوم كنت بالمدرسة ما كتعرف شيء اسمه الطب غيرها الحين الحين يعرفون ويعرفون ويعرفون وقارين ما كان في يوتيوب هالأمور الوالد الله يحفظه قال لي أنت بتش طب وما في كلام وتوازد دن يعني اللي بواصلة إنه ساعات الأهالي والبيرنس والبيرنس يجب أن يكون لأنني أرى مع الجيل يديد الآن إنه كل شيء تفكيري وأنا وكيفي ومنش عارف إيش وقتها 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 فأكمل دراستي في إرلندا تخرجت وقتها وقتها عارف إنه أسوي شيء بالمخ وجراحة ف ف تراجت نيورو سرجري وقتها 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 وتخرجت وسويت الزمالة البريطانية وقتها 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 تخرجت لا ملوم حول إنه جديد هي كative عمليات فأصالة السيئة العمليات أنت سيرة العمليات صحيح دقيق، حساس، سنسيتف وانه إذا يعني between life and death أو ما أقول life and death إذا make him or break him يعني تنتج فيه يعني تأخذها طعم حطيت ليها بهالصورة فيه، فيه، you get that الفير موجود الفير يكون موجود بس هذا يرد لك تقول لي make you or break you ليس not make you or break you makes the patient or breaks the patient لكي يكون تحديدك الآن فضرف حساس بس، 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 رفلكس رفلكس، رفلكس رفلكس، رفلكس، رفلكس فأنا حط نفسي، لأن عندك ويد من دكاترة تشايا ويقول لك صح، ويطلع منها صح يطبعا فيه، وفيه وفيه سنسة فير موجود ولكن you just go through it and you do it provided أنت عارف أن تقدر تسوي شغلة إن زين، ولما يجيك هذا الفير or make you feel to take over this opportunity and this challenge to overcome that fear and take that operation أنت打د تسويا مصدjet الحساسًا مخك، من شيء، به nên ما كان شعورك الأول الأملية؟ شون كان شعوري أول عملية ما كان فيه فير أبدا ما كان فيه فير لأنني أكبر مني بايا سينير اللي أكبر مني اللي أنا داشت وياك كمساعد كان موجود اوه لتأخذ المساعدة اوه لأنا بس بقعد أطالع يمكن ألمس مكان مني منك فأنا أرى كان شي جميل أول مرة شفت المخ كان شي رائع المخ ترى شي جميل والمخ مجرد ليه يومك الحين أديش أحط المايكروسكوب أديش داخل حتى ثقتك برب العالمين ثقتك برب العالمين إيمانك يزيد كل ما أحط المايكروسكوب وأشوف الشريان والعصب والأمور هذه أقول سبحان الله ياما الخالق وأول يوم أنت خلاص ففي البداية كان وناسة شوي شوي يوم تكبر وقعد تأخذ حالات الفيريدش بالموضوع ولكن كما قلت تذهب و تعمل عملية و تخلص و ساعات المريض لا تقوم بها ولكن إنه أحدث لديه هذا حيث لديه و ساعات المرضى أنا أعطي من أجل موضوع ولكن سواء كان تحت يعني وياي أنا ولو دكتور ثاني ساعات يون المرضى بأي بور كندشن نفس بور كندشن أذكر أذكر وقتها في مستشفى العدان لأنه وائد على طريق شريهات حوادث ويكل مريض يعني بغيبوبة و يكون حالتها صعبة جدا حرجة أكيد و تكلم الأهل وقتها تقول أن no surgery done المريض رح يموت مع surgery ممكن يعيش واللي لاحظت أن الإيمان عند وايد من الناس بالكويت كبير جدا برب العالمين يقول لك حتى لو واحد بالمية يا دكتور سول العملية ما شاء الله و ونسوي العملية ويقومون ما شاء الله ويقومون وبعضهم أكيد طبعا ما يقومون بس بس هذا يكون أوه ياي وضع حرج عرفت وأغلب نفس ما أنا أقول لك الظروف التي ممكن تصوف لي هالشنوعية وهو أكثر شيء اللي أشوف وأنا شخصيا حوادث النزيف بالمخ رح نتكلم بالموضوع هذا النزيف بالمخ أورام أورام السرطان سواء كانت أورام حميدة أورام حميدة في المخ أو السرطان في المخ حلو اللي هو الخبيث يعني عندك الحميد والخبيث نشوف وايد منهم الله يبعدكم عننا يا شباب يبعدكم عننا يا مشاهدين إن شاء الله كلكم والله يحفظكم فهالحالات اللي أنا أكثر شيء أشوفها ولكن تدري أنت بتخصصنا جراحة مقوة العصب في العامود الفقري بعد ديسك ما ديسك والكسر اللي في العامود الفقري والأمور هذي وعندك الحين في القاما نايف which is ريديو سرجري عندك تخصص الفنكشنل اللي اللي باركنسون ما باركنسون تشنجات الأمور هذي الحين بتسوين لهم عملية تساعد المريض كثيرا تشنجات هي سيجرز 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 بس لا توقف مع المريض حولو عرفت ساعد تساعد لهم عمليات فهو يحتاجون لهم عمليات يحتاجون لهم عمليات ووايد منهم يستفويدون عقب العملية تمام فهذا التخصص جراحة المخ والعصاب في شكل عم طبعا احنا نختلف عن تخصص العصاب شو الفرق؟ نيورولوجي هذا نيورو سيفجي بلى فهمتك مثل ما عندك طبيب قلب وجراح قلب فهمتك فإحنا جراحين جراحين اللي تدشون داخل بالعمل اللي تفتحون لازم وتشوفون كل شيء المخ شون يمشي والشرانين والعصاب وكل الأمور هذه اللي الحساسة ف دكتور أبيك تقول لي عن نزيف المخ اللي لما انتيك حالة نزيف بالمخ وشوف وايد من هالحالات ممكن تشرحي عنها طيب في نزيف المخ لأن المريض يكون فيه ضغط الضغط عالي جدا وشريان بالمخ ينفجر ويسبب للنزيف وشالأسباب؟ لأنه ما يحافظ على ضغطه يا أنه ما يأخذ الأدوية يا ما يدري أنه أصلا ضغطه مرتفع وما يأخذ شيء ويصعد الضغط لهن ينفجر شريان يعني مو شرط أنه يكون مثلا حاشته مثلا حادث أو لا هذا هذا أثر الحادث صار صار أثر سلسل بالحادث أي أوارد جانبية الحادث بس بالأغلب اللي يكون قاعد بالبيت ما عنده شيء أو قاعد دوام صدن لي هذا بالأغلب يكون إذا صار نزيف يكون من الضغط أو يكون فيه تشوه بالشرائين فهمتك على جدار الشرايين يكون فيه ضعف هذه تكبر شوي شوي تنفجر هذه طبعا علاجها يختلف عن لما بس يكون الضغط مرتفع والشريان ينفجر لأن هذا راح ندشل يا نسوي العملية يا نسكر الانتفاق هذا اللي بالشرائين عن طريق القصطرة وهذا أنا اللي مركز فيه وهذا مجالي أنا نزعبتنا قصة قصة عن مرة صار يالك واحد نزيف بالمخ تمام وشلون تعاملت مع مثلا مثلا على المساعد أتعامل مع كل الأخرى أيوني بس أنا أريد أن أخبر مثلا الأخبر اللي أعطيك اللي فيه تكون تمدد بالشرائين يسمونه أبوالي أبوالي هل هذا ميغرين؟ لا إنه ليس ميغرين ولكن تفكر بالميغرين دوران الواركاب ولكن يجيك جنرالي يجيك المريض ويقول لك دكتور أسوأ صداع في حياتي وين يكون صداع العادل؟ كل الوارد ولكن يحشت أنه واحد مازق بايب حديد وكافخة حيل على رأسه يمكن أن تفكر the worst headache of my life هذا نسميه صبر اكنويت همرج وهو وهو موست لايكلي وفي 90% ديوتو تسميه عيب خلقي في الشرايين اللي ينفجر فعلى طول هذا نيبة عندنا نسوي له الأشعات نسوي له قسطرة هذا الانتفاق يبين ولازم يعع عن طريق القسطرة تذكرها أو عن طريق الجراحة يعني فتح راس تشتاخل وتحط كلب it's an emergency ما فيها كلام ثلث حتى ما يوصل المستشفى ثلث لما تصير وياه وقتها he's gone ثلث يطلع ويتعالج مش عارفهش بس يطلع بإعاقة والثلث الأخير الحمد لله يقوم ويرد مثل ما كان it's a serious thing تحتاج توعية زيادة في الكويت وفي قصص عديدة يعني أشوفها أشوفها it's very common إن زين وما شاء الله انت الحين تشتغل بن سينة بالحكومة المستشفى بن سينة وما شاء الله الحكومة اللي هنا نعرف اللي نسمع عندهم latest technology يعني أحدث تقانيات الأجهزة اللي تحتاجونها صحيح definitely صحيح فلما نجيك مريض أنا ما جيب لداعي إن مثلا يسافر للخارج بقام عندك التكنولوجي لا أنا أنا موضوع يسافر بالخارج لا أنا ضد إحنا نقدر ما شاء الله عندكم الـ الـ و أحسن وأقوى ديكاترا absolutely أنا ما في شك بهالموضوع في حالات قليلة جدا جدا قليلة تستدعي إنها تروح برا نفس ولكن مو بالكمية اللي 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 الحين كل شي متوفر الحكومة مهم قسرة موفرة كل شي حق المواطن والغير المواطن الأثنين وشي بسيط يعني ماكو شي تش تطلع ولا ولا فلس وين تفقد شي بالعالم صعبة صعبة لا والله جدا أنا قاعد أتكلم أنا قاعد أقول لك صعبة أما رآي أنت ما تدفع ولا خلك من الخاص يعطونك موعد شهر شهرين تطلع برا وين موعد أقب ستة شهر سبعة شهر أنت تشوف الدكتور أقب سنتين أحمد الله عايشين النعمة وخير كل شي متوفر بالكويت أنا أشوف أن محتاجين شوية توعية زيادة إن شاء الله الأمور رح تحسن إن شاء الله يا رب الله يديهم النعمة بالكويت دكتور رح نتكلم عن أورام طلب المخ صحيح وشلون الواحد مثلا يعرف أن يعني قام تيلة ورمة مرات الواحد ما يعرف لين كبارك صحيح 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 ممكن نصيدها قبل ما تكبر السالح سؤال صعب جدا ما رح تقر تصيد سمتم 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 لأن إذا في في أرياس بالمخ سمونا سالينت أريا لا أقول لك قصة في مريضة يت المستشفى عقب ما صار وياها تهوشت ويا 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 ريلها مش عادية بالبيت يت المستشفى سوالها سيتي لأن صار في طق هنا ما طاحت شي كذي سوالها سيتي ويا 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 مش قبر ها براسة ما تدري ما تدري حلو زعلت طيب ليش شون صار بالبيت صار نجرة بيني وبين رأيلي والأمور هذي كان دزة ما دزة طحت كان وديني المستشفى تمام يقول لي يا دكتور أنه أنا متغيرة صار لي شهر شهرين متغيرة من أي ناحية personality changes mood swings وامور هذي يقول لها شي ما ترد عليه هالأمور حلو وصحيح الورم لأنه كان جدام عند frontal lobes سوالها behavioral changes فسبحان الله شوف طرت أنه تدش بمشكلة مع ريالها والفيلم هذا كله آخر شي شئ يبريزنس دو هاسبيتل سوال شعه ولا ولا كبيرة يعني ما تبين من الخارج لازم بسوال شعه تبين من خارج لا ما تبين لأنا عندك الجمجمة الجمجمة أنا غزين المراتع مثلا دمس الصعرورة تكون لا بس فيه اورام ممكن يعني تدش بالجمجمة وتطلع عليه بره وإحنا شايف أخطر لما أنت ما تبين هذي silent اللي أنت تسميها silent اللي هي يعني ساقت ما تبين لازم تسوي شعه فجأة تشوف شخصيتها تغيرات زي وهذه الخطيرة وفي نوع اللي يقوم الصبح صار لعندي هذيك حلو هذيك وقمت أخذ بأنه دول مو الهذيك الطبيعي اللي حوش الإنسان لا والله صار يعني قمت أخذ بأنه أكثر من العادة كل إنسان عارف وهو الهذيك مالا طبيعي ومش طبيعي من بالا هذيك لأن الهذيك قاعد يزيد داخل that's one way يعني طريقة أنها ممكن يصير تشنج ممكن يصير عنده ضعف صوب يمين صوب اليسار حسب مكان الورد هل وهو ضغط على هال المركز على ذاك وحسب ساعاتي وإنك يقول لك النظر صار عندي أشوف ضباب ما أشوف عدل ف it depends on the location قبل بودكاست أنا معك نقع نسولف مع الجماعة وفتحنا طاري صاحبي أخو صاحبي أخو صاحبي عزيز علي وحاشة ورم تغريبا وحاسة نفس الورم صح ولا وكان مخترعين صارت ضجة ما بين الرابع والله ريال مسكين بالمريض وحاشة ورم ولازم يسوون عملية وبطل مخ ويشيرون الورمة من مخ وهذا كان خايف وايد صحيح وايد خايف يعني أنك تفتح مخ واحد نقولها نفس الضحك والله لا بطل مخ صح صح ولا لا تكون شي خطير سواء يقولهم بطل شي خطير يحدث ويجب أن يقوله أو المجال أنا لدي هذا أصعب شي في مجالنا ليوم الحين أحس يعني ما بشعور ما 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 أحس أحس سواء سواء لأن ساعات أنت كإنسان دش يفعل للبطل يعني فهم علي يعني يفعل أن أن أحس أحاول لكن ما أحس أفصل بالكامل ساعات أحس أحس الطاقة الصغيرة يعني. أهل الأن. أهل الأن. أي أهل الأن. خاصة في الأن. أهل الأن. تواب أولاد صغير. تكلم الأهل. يعني أراهما هنا أشوف هذا الأن. ليس الجراحة، صحيح فيها. عمليات صعبة، ولكن كثير ما تسويها. the practice makes perfect it's very simple the more you do the more you go after cases the more you get cases the better but i can tell the patient oh hell then they are much difficult very difficult and um better hey to take your napsic وعلى ما اعتقدت حتى نعقب ما ونسو تبريك نيوز شوي شوي عقب ما تطلع تحسترسك انك مكموت اه ولا وعادي وتعوت لا ليه الحين طبعا مو بكل حالات لان حالات تكون بسيطة يعني صج ورم ما ورم بس تقولها والكونفيدنس اللي انت فيك يعني بلازر رول يعني انزيل قبل ما انديش عالبوزيتف شور انزيل عبقا نستكتب الى ناكتف شوية ناكتب هي الحزينة الهمور الورام وشون تي اي يعطيهم خبر مو حلو انزيل التومة اللي هي الورمة الخبيثة تمام يعني شي اللي يعني اثر عليها ممكن تكبر اذا ما سوى العملية فيه اكلة معينة فيه شي معين او ايها بس راح تم تكبر بروحها راح تم تكبر بروحها اذا ما عالجتها فيه اي شي اسمه دوا مثلا ممكن يعطلها شوي منها تكبر دوا يعطلها منها تكبر لا يا انه بتشخص الحالة تعرف شنو شنو الورم تسوي لها عملية اذا ما نفع عملية فيه طرق ثانية مثل كيماوي واشعاع والامور هذي هذا مكي جمعة ها ايه مكي جمعة ولكن موضوع شنو تقدر تاكل ما تاكل طبيا ما عارف لان يوني ناس والله في شي شعبي ومش عارف وانا سامع وسامع ما ادري اما طبيا حسب علمي ماكو شي لالحين لان تستطيع ادوية او او انت عارف شنو نوع الورم وتعطي نوع من الاشعار فقط ما في ما في ادوية طبعا انا اشوف بالمستقبل راح يصير كلها مع الادوية من المستقبل هذا ان شاء الله يعني تكنولوجيا عندكم مو عندنا بالعالم 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 بس تنشوف عوان دي كورن ان طبيا راح تتطور اتوقع ايه بس بس طب يعني مو نير فوتر I don't think in the near future in the future عارب اقول لك قصة صغيرة انا زين اه طبعا بنوادي وايد انا تمام بنوادي الكويت طيحين بشي اسمه Human Growth Hormone طبعا سامع فيك سامع علوم و تخيل احمد يعني يا ايداش النادي صغار يا هان العموم يبي يجسم بسرعة بيوم وليلة تمام بوب ياخذ growth ما يدين انه عنده تومه عنده وربه صغيرة شايفين هالحالات تكبروا اياه ايه تخيل بالغد النخامية بالضبط ايه شايفين هالحالات هذين الناس شايفين ايه اللي خذوا growth absolutely ويوم عندكم طلعت عندهم ورمة صحيح صح ولا لا صح اه good thing ان هالحالات هذي نسويها وايد عندنا خبرة كبيرة فيها بالكويت فيدنا عن طريق المنظار من الخشم التش اه مجرد ما تفتح قائل جم جمال بس وهي تنزل بروحها اه شو تنزل بروحها دكتور ايه تكون شوية fluid جلو طبعا النسبة منهم يكونون very solid ايه الدش انت تنشال بس اه واثارها من growth ايه تكون من growth من growth هرمون صح الله طبعا في انواع ثانية اي ولكن من هرمونات انا قاعد اتكلم من خاصة ال growth يكبر كل شي فيك ياخذونها جرعات عالية وفي جرعات عالية انا ما اتكلم جرعات عالية قاعد ياخذونها بالثمانية يونت ستة يونت هو ما يحتاج ممكن يتش بالأربع يونت في ناس قاعد يتشون بالعشرة يونت باليوم تمام وهم ما يدرون فلوسهم زايدة صحيح انزين متوفر لهم تمام ياخذونها شاك بوم والله عندهم تومر مساكنين شايفين هالحالات شايفين هالحالات شايفين هالحالات شاو 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 ما تقول له انا عارف واحد توفى من الطريقة هذي طبعا طبعا مو انا اسمع يعني ايه يعني سمعت عن فلان ايه اخذ growth تمام تمام في منهم يحاول يفحصون بس دكتور لما يدش بالفحص يبين عندهم التوم ولا ما يبين اذا مثلا اذا مثلا واحد بدش فحص دم ولا أشعة خنقول انت شنو تنصح اذا مثلا انا مثلا واحد يبي انا ما رح انصح اي احد ياخذ growth بالضبط ما رح ما انصح اي احد ياخذ growth او اي من الامور هذي يا جماعة تمام اه حق ناس معينة بس نبي ننصح الناس العامة تمام ناس ما ننصح حق كل واحد كل ستاش يسوي تحلي دم شامل شوف نسبت البيتامين دي الكلب الكويتو البيتامين دي نازل عنده الكلب بس بشكل عام انه صحيح يتداور يعرف شنو صاير ايه منهم هم بعد يعني مثلا الاورام الخبيثة تمام وشو ممكن تداورها ونلحق انهم بشر يعني ماكو شو ممكن تشوفها ما ماكو صح ولا لا صح ولا لا ما يبين لا بد تحليل يعني عندك فيه تخصصات ثانية ممكن يتكلمون على اكثر عندك حق البروستيت حلو حلو تسوي عندك صدر حق النساء يسوون الفحص اما حق اورامنا احنا ما في شيء تقدر تسوي يعني سكرينينج تست يعني سؤال وهذا السؤال لازم يكون وايد واضح عربي انجليزي اذا اي احد فيه ورم يصغير ما رح يقدر يسوي تحليل دم او اشعة انها تبين على early stage early stage يعني مرحلة البداية ما تبين لا مثلا اذا انت رحت سويت فحص دم الهرمونات حلو ممكن تشوف واحد فيهم صاعد وايد التومر الورمة بالاغلب رح تسوي لك اشعة حق المخ ولما تسوي اشعة مع الصبغة رح تبين اذا كان فيه فانت قعت انت صح ان الصبغة تكون الرينية MRI MRI مع صبغة بس 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 لا ادفكي ان كل人 يسوي ويسوي كل هالامور هذي لا بس انا اقول لك شغلا يعني مثلا مثلا في ناس اه انا اقول لك يعني ايه انا اه اه انا انا احاول اشوف اذا فيني ابي اطمن على نفسي انا واحد يا اي اطمن على نفسي ابي الحق على نفسي انا انا والله اشوف انه سويت تحليل دم كله تمام حلو وفايتامين دي ناقص كنت اخذ فيتامين دي حلو ممتاز اه خنقول يورك اسد كان صاعد فطلعت اني عاجي يورك اسد من ضمنهم والله بروح اشوف اذا عندي اي ورم في المخ في وايد اصلا اورام المخ بشكل عام they're rare less than than a colon cancer أو breast cancer they're less ولكن ممكن احنا لان هذا تخصصي انا اشوفه وايد ولكن بال population generally it's 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 low فراح ارجاع السؤالي بشان انا من الحين محسنة تمسي مع خداية الإجابة ها اقدار الحق عليها؟ ها اقدار اسوي كشف؟ انا واحد انسان طبيعي اه باكشف على نفسي حلو اذا في ورمة او ماثنة ماثنة بس اي دو نتك شو كثر بتسوي اي دو نتك اي دو نتك ممكن ممكن بس أنا ما فيه شيء اسمه أسوي الإيرانيين حق المخ عرفت؟ بلاد تست أفورمال إكزام مع جي بي أو فاملي دوكتور أعتقد كافي والمفروض إحنا بالكويت ما أدري ليش ولكن تواصل ما بين الدكتور أفن المريض ويكون عنده فاملي دوكتور هذا مهم جداً أنت عايش بلندن وعندك الفاملي دوكتور يعرف كل شيء عنك وهو اللي حولك عن التخصصات إذا احتجت هذا مو وايد بوبيلور في الكويت مفروض يكون فيه هالشيء فأنت تروح له ييرلي رح يسوي لك المتابعات هذا اللي قصدي فيه هذا لازم يكون مع الفاملي دوكتور تمام وهو اللي يشوفه رح يسوي يعني انزيل فاهمتك بس ما كل الأمانة ما في شيء سواء أنت ما فيك شيء بس أنا بسوي كل التحاليل عشان أشوف فحص جامل فحص جامل نحن نتطمن عن جسيمها ممتاز بس ما يشمل أمراي برين الفيزيكال إكزام تشست أكس ري الإي سي جي تخطيط القلب من بلا هالأمور هذي من بلا عرفت؟ نزيل وكمخ وأعصاب دكتور في ناس تحوشها نفس الذبذبات بالمخ نعم سامع عنها؟ ذبذبات؟ ذبذبات يعني ناس ما يقول لك أحس بكهربة بالمخ حس بكهربة لا لأنه لما تقول كهربة بالمخ كهربة ما هي منتظمة هتسوي لك تشنج حلو طبعا في أنواع من التشنجات مو لازم شرط أنه الجسم starts jerking عادي يكون في أنواع أنا أحاديك الحين بس أنت تكلمني قاعد طالعك بس ما في رد I'm not aware موجود نوع من التشنجات ففي أنواع كثيرة طبعا في أنواع لأن الكهرباء مثل ما قلت أنت تلخبطها تلخبطها تاخذ أدوية وايد منهم يصيرون زينين مثل ما ذكرت لك بالسابق في نوع تاخذ أدوية وتزيد الثاني والثالث والرابع ما زال موجود تسوي لها رانين وفقحصات which is the latest advance which is available in Kuwait تلقى في مثل جزء من المخ هو اللي قاعد يسبب هالمشكلة دش بالعملية تشيلها he'll be fine أو عفوا بس تشيل شنو بالمخ الجزء من المخ اللي قاعد يطلع يسبب ذبب وشنو هذا الجزء يكون مخ تليفات بالمخ نفسها يعني متليفة بس مو كلهم هذا جزء منهم في بعضهم بس لأنه في خربطها بالكهرباء وغالب مع الأدوية يكون اوكي وغالب يكون يعني مخ يعني 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 صعوب اليمين لا ما ماكو يا صعوب اليمين يا صعوب اليسار ولا يأثع مثلا يترك ما أقول لي يترك مو غازل الناس السيارة يتترك أجمع في أنواع لا لا هذا التويتشين وتويتش يترك 70% مع الأدوية يتعالج العوار يروح 30% ممكن يحتاج عملية يتكلم نسمع عنه أبو الويوه سمعين عنه يا جماعة أبو الويوه لا شوف هذا تبع الأعصاب أبو الويوه أي العصاب السابع اللي يكون ويها نص نص ما يتحرك صحيح وغالبا يقول لك أنه من هوا البارد؟ يكون من شنو؟ فيرل يكون فيرل مو هوا بارد؟ ما لشغل هوا البارد؟ هذا اللي يقولون طلعت بس هوا البارد بس هوا البارد يكون مع الوقت هوا البارد يكون مع الفيروس فتحوشهم عنصح اللي يحوشها هالأمور هذي يراجع المستشفى لأنه راح يحتاج يكون على جرعة كورتزون مم وبعدين من عقوبة علاج طبيعي عرفت؟ هني أبار صينية ما صينية اسمها هوايد وما عرف يعني أنا راح أتكلم في تخصصي أنا فقط فأنصح لما إذا حاشكم أو حسيت أنه عندك بولويوه تروح المستشفى لأنه راح تحتاج تكون على كورتزون مميزن أنا أنا كان عندي واحد عرفة حاشة بولويوه و آم 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 واحد واحد شايب أوك قال أليب علك بصري علك بصري عود وقم علتشا 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 يوم يومين أوف الفجر تحت مات صدق كتور وش السبب؟ هذا الفيزيو ثرابي أوه سوى سلف فيزيو ثرابي ما قلنا ياخذ كورتزون والفيزيو ثرابي وهو صادها وراح سوى الفيزيو ثرابي بالعلج بالعلج بصري من اللي قاعد قولي قاعد قولي بس بس تحت ويا بس بس I don't think that fast يعني لا أخذت لي يوم يومين ثلاثة لا أنا حتشك أكثر العادة تاخذ يعني لا فتحت معاه والله خنشوفه يمكن يعطينا شيء لا لا فتحت معاه الريال مسكين صدقني كان لمانين قلت حتى نستغفى الله ما أضحك عليه بس صراحة ضحكت إياه قلت ذكرني باتمان عرفت باتمان اللي يكون ويه ويه تو فيس ذكرني في تو فيس هذا مع الكوين وكل ما يعصب مون قادر يعصب جهة واحدة معصبة والجهة الثانية مون قاعد يتحرك فيها الشرس أنا أه الشرس بس إنها إيه البوزيتيف سايد جيد ها حنا نحتاج البوزيتيف سايد لا نتحدث عن البوزيتيف سايد شعورك ورا ما تحس إنك أنتجت حملية كانت صعبة شعورك شعور شعور زين شعور وايد هلو كلنا عنا أه وطبعا خليك من إنقاذ حياة إنسان والأمور هذي هذي خالصين يعني this is what we strive to do على طول يعني حلو بس فيه سالف ساتسفاكشن بوذن حق روحك هذا شغلي بالنهاية والإنسان اللي يحب شغله وطبعا خليه يبي يبدع فيه في شي طبيعي إنه أكون فيه سالف ساتسفاكشن أروح حط راسي على المخدة بالليل نام مرتاح 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 إنتاجت اليوم إمية بالإمية إمية بالإمية إمية بالإمية وشعور الأهالي إليون لا لا حسيت إنه 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 سويت شيء productive يعني سواء ساعدت أحد وهم أنت حق روحك عرفت أنزل نحن براجعك شوية in between خير أمورها وسطها بقول لك steady hands in your surgery as a neurosurgery آآ جراحة مخوة أعصاب إيدك نازم تكون وايد وايد ثابتة صحيح 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 آآ وإذا كان عندك يوم طويل أو متنرفز من شغله آآ متنرفز من شغله عرفت متنرفز من شغله فهذا يكيب يهانستادي آآ 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 كيف تقوم براجعك؟ آآ والله فيه فيه طرقة براكتوس يعني أنا أنا آآ 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 كل شيء هنا لكي تتكلم إذا متنرفز أو تتساعد المرحلة أنت وغرفة العمليات والمريض ررحتوا فيها عرفتشون؟ لأن أنت كابتن في القطار فلازم تكون متنرفز توصل المرحلة المفروض أو أحاول أوصل المرحلة ما تتنرفز ولا تطائق من شيء بس يوم بس يوم رحيك صحيح؟ بقاله وان فاين داي وان فاين داي وان فاين داي مثل فيلم وان فاين داي ورحيونك عندك عندك عملية ومثل حتى بتيدك شلو النوع أو أو الاستراتيجية اللي تستخدمها أنك تفصل واتقط كل النكتف أو اللي حسيته أو اللي أثر عليك ودش غرفة العمليات ودقول أنا حين بغرفة العملية رحيك 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 صول في ياك تعوش ياك اللي هو حاليا بركز فيه ته الموضع لا يوجد نقاش ثاني شيء البيتنج اي أبسلوط لي اغري البيتنج دا 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 معظم مرضان هم عوار الظهر ودسكات وش اللي يسبب عوار الظهر وش اللي يسبب الانجري الحادث بالدسك بالأغلب معظم هم لما يكون عوار الظهر أسفل الظهر معظم ما يكون عوار من العضل نفسه من العضل ايه مو دسك لأنه UEX MRI دكتور والله فيني دسك كلنا فينا دسكات ها شي طبيعي أن يكون عندنا دسك تخصدك أن الدسك طالع من مكانه ضاغط على العصب صحيح بس بس هذا مفهوم غلط عند معظم الناس عوار الظهر بالأغلب راح يكون muscular pain عوار الدسك الدسك يكون طالع من مكانه ضاغط على عصب إذا كان أسفل الظهر اليمين اللي صار راح ينزل على ريلك هذا typical عوار دسك أم أم أتوقع أحمد أحسم إيه بحركة إيه حركوا لا تنمل إيه لأن دسك طالع من مكانه إيه أعيد وأكرر كلنا عندنا دسكات بس دسك طالع من مكانه ضاغط على العصب وبسبب له ألم 90% من هالمرضى هذين راح يستفيدون مع الأدوية وعلاس طبيعي 10% هذين اللي ها الجراحة راح تفيدهم لأنه انت مجرد ما تدش وبايضوية عملية بسيطة جدا الدش داخل تشيل الدسك تريح العصب عوار راح يروح حلو عرفت بس هالنسبة قليلة جدا معظم المرضيونك يقولون لك والله بس قالوا لي بالأشعة أن الدسك طالع بس ما هو اللي طالع وضغط ومسوي لك عرف شون بس موست بس موست بيبال ميدكال تريط من فيزيو تيرابي ذي شد بي 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 أراد أحمد انت تكلم مع أحمد شوية انت تفكي دسك ش تحس وقتها يكتحس نزين 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 الوزن 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 أنا هذا اللي حبيت أسمع منه لشأنه كان الوزنه وايد صحيح الناس من السمنة صحيح تمام ايه يحوش الدسك صحيح صح ولا لا ايه فيضطر أنه ينزل وزنه ايه وبس للأسف حتى ما ينزل وزنه يعني لا الحين يكوننا الحين شوية يضغط الدسك اشتنا أخذ مجره صحيح كلامك اخذ مجره ايه ف السؤال وصحيح جرب فيسيو تيرابي مادية مادية أول شيء عندك انت ضعفب ريلك ما تحرك ريلك تكرر ما ما تتحكم بالبول مشت بأمرجنسي فدر ينزل لا يوجد نخاش ولكن حاول فيسيو تيرابي حاول مادية مادية 90% دفنيني جيدا اعطى لاجه مجال أنا أعطيهم تقريبا 6 شعر إلى 8 أسبوعين. أعطيهم هذا الوقت. سأحاول مدينة ويجب أن أحاول مدينة والمدينة معهم. إذا أكون سيئة أسوأ، ثم سأقول لنذهب للمدينة. هل تعلم؟ و هل يكونك مجالي 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 الهلث والفئنس والرياضة؟ و و doing deadlifts, squats, heavy training. نعم. لأنهم يجبون على الكثير من الصعود لا تحتاج إلى الطريق هذا فعل جيد لا تحتاج إلى الطريق ليس لطريق يمكن أن يكون المطلوم ماضي يمكن أن يكون المطلوم مضوعة مثل لا يستمع تكتب لا يكون ينام عدل كما تضغط على نفسها في اليوم الكامل وارحق نفسها وهو يتمرن وهو يسخن العضلة عنده تعبان فضرب العضلة عمود فغري كان تعبان العضلة كان تعبان فأسرت على الظهر صحيح بس معظم الوقت يكون ويحتاج جراحة والله شوف معظمهم ما رح يحتاجون جراحة معظمهم معظمهم ما رح يحتاج جراحة بس ممكن يوني ناس يعني طروا يسوي جراحة واللي منهم خافوا يسوي جراحة إن زين فعلا نفس ما أقول لك يواجهون كذلك الناس عندك بالعيادة يونيك بس قلت لك نسبة قليلة جدا منهم يكون طالع أثر هالإنجري هذا بالأغلب يكون قليلة جدا من المسكولر بس وقت رسد ثلاثة وقت رسد ثلاثة وقت رسد يمكن أن تحصل ولكنه ليس معظم جو كان عندي حالة عرف واحد كلها عرف واحد عرف واحد عرف ناس وعيد ايه ما شاء الله لك عم ناس وعيد فهي وزوين هي وزوين انزين كان قايت مرة نتمرين سكوات ويقول لي فجأة رديتها حسيت نار ربريلي شرات شنة نار صارت على ريلي انزين وقال لي ما رح روح الدوام اليوم رح رح شوف دكتور حسيت شي غلط بي شي غلط للموضوع يعني ما قدر يكمل التمرين حسي ان اليوم سكت معه غلط رح شاف الدكتور وقال الدكتور انت عندك اصابة يعني غوية بالظهر موك وما انه حقر الموضوع لانه مو انه حقر الموضوع لش انه هو مثلا احنا قاعد نتكلم كطريق نبض حياته ك يعني واحد محترف ما يكون محترف راس ما له انه يتمرن واذا ما تمرن ما رح يقدر يدفع اجار بيته مفروح حلو؟ فاضطر انه يدش على ياخذ مسكينات حلو؟ ويكمل مشواره على المسكينات يكمل مشواره على المسكينات شو نصيحتك معه؟ والله شوف وبعدين شو صار وياه والله تخذ المسكينات كمل تمرين كمل تمرين وفانشلي شو صار؟ عادي كمل وعاش حياته ولا ولا هل صار الوضع اسوأ انا اقدر اقول لك انه فاز بطولات انزين فاز بطولات على الانجوي اللي هو فيه فاز واستمر سنة سنتين ثلاث بس بعدين اعتزل تقطب ها؟ تقطب بعدين اعتزل صراحة بدين اعتزل وراها في ثلاث اربع سنين اعتزل طار يسوي عملية اخر شي اخر شيء طار يسوي عملية تمام بس كمل مشواره كمل مشواره لين هيئ نفسه وانزين تبت نفسه ما اقول هيئ نفسه شلون كمحترف رأس ماله كان جسمه صحيح حلو ما قدر يديش غرفة العمليات الحين قال انا ما قدر ما ديش غرفة العمليات الحين شوفت فعجار بيتي عندي اهل عندي سبونسر عندي امور فطر يكمل مشواره اللي ينثبت نفسه هيئ نفسه فتح لشركاته تمام فلينديش غرفة العمليات على اقل يعني يعني كدر رتب اموره رتب اموره قبل ما يديش غرفة العمليات اي فالحالات هذه مثلا شتنصح فيها ذا واحد مثلا ياك قال لك قال لك دكتور انا صراحة يعني ما قدر يشغرفة العمليات الحين انا ما عندي مدخول مدخولي هو جسمي الحين انا ما قدر يشغلي يوم اقدر يشغلي بعد وراء بطوتي انا بطوتي افوز فيها خمسمائة الف دولار عرشون مبلغ وقدره تمام والله ماي سبونسر قاعد يدفع لي فلوس قاعد يدفع عجار بيتي الحين خلينا خلص خلينا رتب اموري اه عطي مسكنات سؤال سؤال يعني سؤال قوي هذا الشي صح لا عطي مسكنات انا ما اقدر ديشغل في تعمليات الحين انا ممكن رد عليه من ناحية طبية ولكن اللي جدامي مو روبوت اللي خلع صاري بياك شدي لازم تاخذ تريح و مايقدر 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 مستحيل 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 في الجانب اللي احس باللي جدامي افهم مايه متعور بس يقول لك انا لازم اصوي شديد لازم اصوي شديد انا راح انصاح او اقول لك لسن 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 بس او 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 انا مو مكانك مو ادري انت شنو قاعد تمر فيه يمكن انت تسج محتاجه مو انا ما ادري شنو ظروفك او 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 انا شخصيا راح راح اقول لك ان تشدي تشدي الوضع تشدي انت بس انت 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 دمت لت دمت انا راح انصاحك راح اقول لك فنفس الوقت او ان ان اندستان ما ها تنفعه لانا ما حتى عرف الروف او احاول كثر ما اقدر انه اساعده باللي اهوية به ام وان زين ارجى النسا ايه ساعتك نرف يسموه ايه صحيح هذا مثل ما قلنا دسك طالع من مكانه بالضبط ضغط على العصب اللي يغذي الريل بالضبط والألم تحس فيه هذا والألم صحيح هذا والألم فا و يعني راح يتعايش يالين نفس ما احنا قلنا نعم بس قلت لك كانت تسعين بالمئة ام مدكال تريتمين ام عشرة بالمئة اللي ممكن يحتاجون السوجري اللي 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 أغلب البودكاستات اللي سوناها من قبل الواحد لازم يغلط عشان يتحسن إنه ما غلط ما تحسن تمام؟ وشو أنت عملت مع غلطك؟ شوف، في غلط الغلط النقليكت أنت فقط لا تتهم أنت مو همك شيء وغلط هذا لا، هذا مصيبة أنت بالله قاعد تجتهد سوي شغلك وغلط هنا، حسنًا، سوف يضيك خلقك سوف تزعل، ولكن هذه سنة الحياة، الكل سوف يمر هذا الشيء، والتعلم من الغلط ففي بالإنجليش، ممكن أقول لك أنت تشعر 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 ولكن حتى في تشعر تشعر هناك علمت لذلك، إنه سواء تشعر تشعر لا، بسوء آخر بما أنك تتركك، إنك شعر تشعر تشعر لأنك في محاولة، هناك علمت لذلك، تشعر أنك يتحرك وكأنك تشعر 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 لا، بالطبع، أحب تشعر 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 تدري ان انا اوكي تراح تعرف انا انا سويت TV 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 Next time This is how you grow and that is how you grow basically انا اسمه اللي هي المجال للخبرة تصير عندك خبرة من اغلاطك ما اغلط ما احترك ما رح تعرف ان هذا نار طبعا عرض شون فبس في ناس الناس في ناس هم انت غلط تقولك لا ولا خلص ولا ما رح سويس ما اعتزل خلنا اقول اغلاطك ايه اللي خلت الحين الدكتور وليد اوه الدكتور ما شاء الله عليك ناجح اللي بالعمليات اللي الحين او انت يعني ما غلط بغرفة العمليات اه اكيد غلط اوه اغلاطك ايه اللي نجحتك وخلت تسميك لفوق جزء كانت جزء جزء من مو 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 لازم الكل يغلط عشان ينجح جزء من اه مسيرتك للنجاح حلو هذا في ملتبل فاكتورز انت معطي من نفسك الوقت اللي اللي تعطي يعني انا انا اللي الحين اقول حق المتدربين عندنا اه لا تي ديشلي جراحة مخو عصاب بس تبي تداوم خفارة الرابع باج الوقت ما نقول لك مجتم بجميع يعطي شي ثاني قم بشofليك شي ثاني قم بشفليك انت خلص هذا يواراك الحياة المتحدة في الناس 5-6 عام يجب أن تضعها على كل شيء لأنه يحتاج إلى الحياة يحتاج إلى تساعد هذا هو كيف يحصل على عمليات أدل؟ أبداً لكن ترى الـ حالات كبير أقل فهو أحد من العمل محمد مخرجنا عندك أي سلحق الدكتور عن لي تبيه لا يعني بما أننا نصوّب أي في أفلام وإنزالك أنا صرفت كمان وإنك كمان في أحداث عن سلحة واحد تسوى حادثة وطاعة صحيح وصير عندها اسكلة يديدة مثلا زوغة يديدة كيف ساولوا؟ أنا 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 ما شفت وايد حوادث أبقى أتكلم أسبع عني شوان يصير؟ أنا أنا الأمانة شفت وايد من من الحوادث وشفت وايد يفقدون ذاكرة ليومك ما شفت ولا واحد تعلم لغة يديدة ما أدري يمكن على يوم أشوف لي واحد راح أقول لك وقتها يفقدون ذاكرة هذا الشخص يطلع شنه مولود يعني عم نفع موضوع بدان ذاكرة هل هو يفقد كل شيء؟ في بعضهم يفقدون كل شيء صحيح وفي 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 اللي يذكر قبل بس ما ما يذكر الحين وهو وين إيه الزايمير شيء مختلف هذا وهذا تبع العصاب مو جراحة العصاب أنا هتشيك موصلي اللي نشوفهم إنه يكون يا إن الورم موجود يم منطقة الذاكرة إنت ديش بتشيل الورم طبعاً المكان هذا قوت افكتد إنه يتساعد يتساعد منطقة الذاكرة وفي طبعاً النوع اللي أشوفه أكثر وهو بالحوادث لما يكون عندك سفير هيد انجري وايد منهم يفقدون إنزين ولما يفقدون الداكرة إنزين هل في شيء تقدر تسوي إن ترجع ذاكرته؟ أو صعبة؟ صعبة بس أنا معه إنه كل شيء يمكن وفي ناس يردون بذاكرة مثل ما في ناس ييدش لك بغيبوبة حالته صعبة جداً الكلمة توقع إنه إنه يفقد أولاً يقوم أشايف هادي يقوم يعيش أصلاً بالأساس يكون بغيبوبة خلاص يعني يعني هل سوف يموت تمام لا 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 يعني يعني في في وايد أنا عندي إنه في سكيل طبعاً لمدش أنت بغيبوبة سفير مش سفير فيه وشايف أنا كذا حالة أنا شخصياً شايف إنه يكون سفير المرضى اللي يكونون على السرير سنين وستين وستين وفجأة يقوم أسمع عنها أنا عمري ما شفتها سامعين إنه يكون على السرير بس يبطل عينه ما يستوعب ولا شيء وفجأة يقوم أنا ما شفتها الشيخ بس أحد شيء شو محافظ شو محافظ ما رأى فهو تنقل من خطوة أفضل كمي اعتقد أن خطوة بخطوة سبحان الله من ربك العالمين وطبعا ربك يصخر الناس نفسك الله يحفظك والله يصخر الناس نفسك عشان احنا فقد وسيلة يعني كله كله بالنهاية كله بيد رب العالمين بس بنفس الوقت هم بعد المريض انا مو قاعد اتكلم عن فقدان الذاكرة قاعد اتكلم عن اي احد حاشة اي اصابة رح يرجع له وهو بعد ان يعني يبرمج مخه ويهيئ مخه فيزيكلي ومنتلي ان يبي يرجع يعني انت كاترة تسوون لي عليكم ما شاء الله عليكم والباجي عليه وهو وحنا هذا صحيح يبنج نعود الولايات الليشنا احنا البودكاست ونقول ونصالف ونعيد ونكرر منتل 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 فانت منتلي انت قاعد اتكلم عندي عندك الوصول انا لا نرى اي شيء يقوم بطريقة امي يبل امي انستطابة وانستطابة مرحلة هذه طبعا بغاية اسئلك نيربيون احو احو سوف على عليكم فيتامين بي كمبلكس صحيح احو 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 فيتامين بسكس ناين احو 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 فضيع للنرف للنرف نيرف 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 بلد فلو ساكولاتي 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 أطلع أصلا بي كومبلاكس حتى لو تاخذ الحبوب وما تخاف منا أي شي زايد راح يطلع تكرم بالبول فأنا معه أنه يجب أن يكون في المالتي بيتامين و بي كومبلاكس بي كومبلاكس جربي يا رب جربي جربي بي كومبلاكس بس طبعا ما راح تأخذ حبه ويشعر أفضل فترة بس حتى ترى بلندة يسمونها بوستر عندنا بلندة يسمونها بوستر بس أنت بس أنت تأخذ الانجكشن 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 مثلا يسمونها بوستر سواء أنت بينس بالشرايين أو يعني يحطونه كابل درب أو تأخذ مرتين بالأسبوع أو حسب أطلع حدف الفضيئة أهم بعد ممتازة إيش رايك فيها تكتور لا أنا أنا أينكارج بس بس أينكارج بي كومبلكس حبوب والله بالبيت بس أنا مثلا خنقود تابي ناس تابي ناس ما تقولون أنتم بالكويتي قومة صح قومة أول قومة مثلا تقول أول أسبوع نبلش مثلا بي كومبلكس بالعيادة خنقود مرتين بالأسبوع أو ثلاث ثلاث اينجكشن او ويك بعدين نبلش بالتابلت شرايك في هذ المثل ممكن صح أشوف وايد ناس سيون العيادة يطلبون هالشي وايد تأيدها ممكن ما أشوف منها أي ضرر ما فيها ضرر ما فيها ضرر اللي عارفة أن أي شي زايد رح يطلع بضبط you can do it ما في أي مشكلة بضبط أسألة ايه طبعا موجودة ايه وفي وايد منهم تكون موجودة وهم صغار في المخ بس بي وهو كبير لما تنزف واشوفها وايد هو تسرير دزيز بس أجن أنا لما أقول لك أشوفها وايد لأن كلهم رح يصبون عندنا فوايد منهم يكون مولود بهالتشوى بالشرائين ما في شي ينفجر أو يسبب لتشنج ويبين حتى ذا ما انفجر وشفته بالأغلب راح أقول إنه العالجة عن طريق الجراحة أفضل لأن at some point في حياته لها حسبة طبعا بس at some point في حياته راح تنزف فأنا معه طبعا لما أقول لك المانجمنت بلان observation and follow up is part of it إذا كان مثلا اكتشفنا شي واحد أبدا سبعين سنة موجود تشوه هذا اكتشفنا بهالوقت هذا وعنده ضغط وسكر هذا مش حقا داخل العاملات بسوي لك الكالكوليش النسبة إنه ينزف بالفوتر يكون ويت قليل غير عن واحد عمره 15 أو 20 وإن شاء الله العمر كله بس يعني he has a good expected lifetime I would encourage إنه دكتور حاب تضيف أي شيء بالبودكاست شيء ما قدنا أو لا أنا بس بالنهاية أبي أشكرك على الله يحتجل الصح والعافية وبس أبي أقول شغلة واحدة إن وقعد أعيد وكرر نفس الكلام إن 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 هنا إن إن كل موضوع مع شخص يستطيع قموة يستطيع كل وكل ما يريد إن بس أس بس أس أمي 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 أتمنى الخير للكلم إن شاء الله الصح والعافية اللهم آمين إن شاء الله إذن الله أشوف الكل ولكن مو بالعيادة عندي إن شاء الله ننتقي فيه مكان ثاني برة ما أود أشوف الناس عندي بالمستشفى أكيد أحمد عندك أي سؤال حق الدكتور الله يحفظك أحمد والله جد الدكتور وليد الله يخليك محمد شكرا لك حبيب حبيب الدكتور وليد يوسف الحنة جراحة عصاب الله يجزيك الخير الله يحفظك وشرفنا بزيارتك الحلوة الله يوفقك يا صاير وهذا ما رح تكون أول وآخر بودكاست معاك رح نصديفك بعد إن شاء الله وأكيد المشاهدين رح يكون عندهم أسألة ورح نيبك على أسألة المشاهدين تمام شكرا على المشاهدة مع شريد ديزل الله أعطيكم العافية الله أخليك أخليك شكرا 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 من بريطاني لندن يا الآلي لندن وهذا إنستغرامهم أقوى على وجه الأرض بريميوم تبيت جسد تبيت نحط تبيت نشف شفاهم فيك الغالي الداعم رسمي حق على المشاهد مع شريد ديزل صارت أيها بالله صارت